حبيت النقطة اللي ذكرتها أن يذوب الواحد في الآخر واو يعني هذا مستوى عالي جدا دكتور بولوس تمام تمام وهذا بقودني لمحبة الأعداء رب يصعبول أحب أعداءكم تمام تمام وده المستوى العالي خالص خالص اللي البشر ما يعرفوش يعملوه لكن الله لأنه يحب كصفة محبة فيه فهو أحب الذين يحبوه وأحب كمان الأعداء وعندما أحب لم يكن أحد يحبه على الإطلاق لكنه أحبه بالمحبة بالمحبة غير قلوب محبي فأحبه المحبة الأعداء يقول في متة خمسة ستة وأربعين لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ هو أحب العالم الخاطئ في العالم الخاطئ هذا وقف الناس وقالوا أصلبوا أصلبوا دموا علينا وعلى أولادنا لكن هو بيطلب كده هو أحب أعدائكم فوقفوا قال اغفر لهم يا أبتاء لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون لا يوجد حب أعظم من هذا أو مثل هذا إذ نبارك لعنينا ونحصن إلى مبغضينا يقول إن جاء عدوك فطعمه ونعاطش فسقيه المسيح هنا يتكلم عن محبة للأعداء يقول فيها كده هو أحب أعدائكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم أحب أعدائكم باركوا لعنيكم روح ربنا يباركك أحسنوا إلى مبغضيكم محتاج مساعدة أنا هساعده صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم بصلي لأجله يا رب تعالى افتح عينيه وتعامل معه وهاته لمعرفتك يا رب فتتغير حياته فيكون ليه حياة أبدية ولا يهلك في النار الأبدية